احكي لي حصل ليه من ساعة ما تقابلنا لا حصل حاجات كتيرة جدا ايه بقى الحمد لله اول حاجة احنا الحمد لله الشركة نجحت ان هي تعمل اعادة تأهيل لخطوط انتاج كاملة ومعدات كاملة عاز اقول لحضراتك ان دي قيمتها حاليا مئات الملايين من نبي ودي عملت طفرة كبيرة جدا في الانتاج بتاع الشركة دي نمرت واحد الحمد لله فتحنا اسواق للتصدير جديدة ما حصلتش قبل كده لو النبي دي جديدة ده بعد الحلقة الحمد لله بتاع حضرتك طبعا البرنامج بتاع حضرتك معروف للناس كلها في العالم كله يعني كله بتفرج عليه فتحنا اسواق تصدير جديدة ما كانتش موجودة قبل كده ايه وفاكر انا قلتلك انا فقلتلك انت بتصدر حضرتك بتصدر ممكن تصدر بقى اكتر مش عايزين نقول لأرقام اه من غير ارقام احنا فعلا فتحنا اسواق في امريكا في ايطاليا في اليونان اه بعتنا لسه الاسبوع اللي فات بعتنا لماليزيا اه فتحنا اسواق في الاردن وفي الكويت كل دي اسواق جديدة اول مرة الشركة تنزلها اه اه الحمد لله عملنا مبيعات في خلال سنة 16 ل17 اه احنا في 15 ل16 عاملين مبيعات بتسعة وستين مليون جنيه احنا السنة اللي هي اللي فاتت اه 16-17 عملنا مبيعات بمية وطمانتاشر مليون جنيه اللهم صلي عن نبي الله اكبر الله اكبر اللهم لك الحمد عايز اقول لحضرتك ان احنا عملنا منافس جديدة اه خدنا من شركة مصر الالبان اه منافس جديدة وفتحناها اه وعايز اقول لحضرتك يعني فتحنا منفذ في مصر الجديدة اه منفذ في مدينة ناصر في خضر التوني اه منفذ في توسون في اسكندرية اه منفذ في المانشية كل دي منافس جديدة عايز اقول لحضرتك ان الشركة الحمد لله لأول مرة سنة 2016-17 تعمل أرباح من عشرين سنة لو النبي ها 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 الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب ومش كده كمان بس ده عايز اقول لحضرتك ان الحمد لله الشركة حققت أعلى عائد مالي في تاريخ الشركة منذ انشاءها يا خرابي انا عايز اعيط مش معقول انا فرحانة جدا الحمد لله يعني حصل طفرة في الشركة غير عادية الحمد لله يا رب اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد